السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ومرحبا بكم في درس اليوم درس اليوم في مادة الرياضيات يدور حول موضوع التناسبية التناسبية حساب الرابع المتناسب ميبيان التناسبية وسلم الخرائط والتصميمات نشرح في درسنا التعرف على التناسبية لاحظ الجدول التالي الذين الشكل عبارة عن مربع نحسب محيط المربع طلقا من الجدول نلاحظ السطر الأول يمثل طول دلع المربع أعداد سطر الثاني تمثل محيط المربع إذن كيف يتم الانتقال من أعداد سطر الأول إلى أعداد سطر الثاني لاحظوا بأننا ضربنا في أربعة لأن محيط المربع يساوي الضلع مضرب في أربعة خمسة في أربعة عشرون أربعة في أربعة ستة عشر ثلاثة في أربعة إثنى عشر إثنان في أربعة تمانية واحد في أربعة أربعة إذن انتقلنا من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني وذلك بالضرب أعداد السطر الأول في أربعة جدول تناسبية إذن انطلقا من الجدول يمكن أن نستخلص القاعدة التالية تكون معطية جدول تحقيق وضعية تناسبية إذا كانت جميع أعداد أحد السطرين نحصل عليها بضرب جميع أعداد السطر الآخر في نفس العدد وهذا العدد هو الذي يسمى معامل تناسبية لاحظ الجدول التالي ضربنا جميع أعداد السطر الأول في ثلاثة وحصلنا على أعداد السطر الثاني إذن نقول بأن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني لأننا ضربناها في نفس العدد وهو ثلاثة إذن نسمي العدد الثلاثة معامل التناسب ننتقل إلى مبيان التناسبية لاحظوا هذا المبيان الآتي مبيان التناسبية لاحظ المبيان الآتي إذن عندنا 02456 02456 04010 01012 النقطة 00 هي معلم المبيان إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن جميع نقطته مستقيمية مع أصل المعلم عندما رسمنا المستقيم نلاحظ أن جميع نقطته نقطة مستقيمية مع أصل المعلم الذي هو 00 إذن ماذا نقول؟ نقول إذن أن هذا المبيان يحقق وضعية التناسبية إذن متى يكون المبيان يحقق وضعية التناسبية؟ يكون المبيان يحقق وضعية التناسبية عندما تكون جميع نقطه مستقيمية مع أصل المعلم نلاحظ أن جميع نقطة مبيان غير مستقيمية مع أصل المعلم إذن ماذا نقول؟ إذن نقول هذا المبيان لا يحقق وضعية التناسبية لأن جميع نقطته غير مستقيمية مع أصل المعلم قلنا بأن أصل المعلم هو النقطة 00 نتعرف على التناسبية من خلال مبيان عندما تكون جميع النقطة مستقيمية مع أصل المعلم إذن هذا المبيان نلاحظ أن جميع النقطة مستقيمية مع أصل المعلم إذن نقول بأن المبيان يحقق وضعية تناسبية لأن جميع نقطته مستقيمية مع أصل المعلم إذا لاحظتم بأن أعداد السطر الأفقي ضربناها في 2 لتعطينا أعداد السطر العمودين 2 في 2 تسوي 4 4 في 2 8 5 في 2 10 6 في 2 12 إذن ضربنا جميع نقط السطر الأفقي في 2 وحصلنا على أعداد السطر أو المستقيم العمودين إذن معامل التناسب هنا هو 2 لأننا ضربنا في 2 ننتقل الآن إلى حساب الرابع المتناسب طريقة حساب الرابع المتناسب نلاحظوا هذه المسألة اشتريت 3 كيلوغرام من البرتقال بـ 8 و 15 درهم ما هو المبلغ الذي ستؤديه عند شراء 1 كيلوغرام فقط من نفس البرتقال إذن لدينا 3 كيلوغرام بـ 8 و 15 درهم إذن بكم اشترينا كيلوغرام واحد إذن اشتريت 3 كيلوغرام من البرتقال بـ 8 و 15 درهم أضعها في جدول إذن عندنا 3 كيلوغرام تساوي 15 درهم واحد كيلوغرام مجهولة هي التي سنبحث عنها عن جوابها واحد تساوي إكس إذن لدينا معامل التناسب هو كيف نحصل على معامل التناسب؟ نقسم 15 على 3 15 على 3 نقسم على 3 تساوي 5 إذن معامل التناسب هو 5 إذن إكس تساوي 1 في 5 3 في 5 15 إذن لنحصل على إكس نضرب 1 في 5 1 في 5 كم إكس تساوي 1 في 5 إذن إكس تساوي 5 1 في 5 تساوي إكس إذن 8 1 كيلوغرام من البرتقال هو 5 درهم تعريف قيمة العدد إكس بالجدول الأسفل تسمى الرابع المتناسب ونحسبها بالطريقة التالية إكس تساوي A مقصومة على B إذن لنحصل على إكس نقسم A على B وهذا هو ما يسمى بحساب الرابع المتناسب ننتقل الآن إلى سلم التصميمات والخرائط سلم التصميمات والخرائط تعريف ما هو السلم أولا ماذا يعني بالسلم السلم هو معامل تناسب بين القياسات الحقيقية لشيء والقياسات على تصميم أو خريطة لهذا الشيء ويرمز للسلم بالرمز U إذن U تساوي السلم يساوي القياس على التصميم مقصوم على القياس الحقيقي لهذا التصميم مثلاً إذا كان لدينا القياس على التصميم هو مثلاً 15 سنتيمتر والقياس الحقيقي هو 550 سنتيمتر إذن السلم هو 15 مقصوم على 150 وتعطينا السلم القياس على التصميم أو القياس على الخريطة مقصوم على القياس الحقيقي يعطينا يساوي السلم الذي نرموز له بU الحركة المنتظمة ماذا يعني بالحركة المنتظمة؟ لاحظوا هذا الجدول قطع متسابق دراجات أثناء تدريباته المسافة التالية إذا لدينا الجدول يمتل المسافة ويمتل المدة الزمنية التي قطعها المتسابق 6 كيلومتر قطعها المتسابق في مدة 10 دقائق 12 كيلومتر في مدة 20 دقيقة 15 في مدة 25 دقيقة 36 في مدة 60 دقيقة 54 في مدة 9 دقيقة وحسب إذن نحسب الأعداد التالية 12 على 20 كم تساوي؟ 15 على 25 36 على 60 54 على 90 نضع عمليات القسم إذن بعد أن قمنا بعملية الحساب كانت النتائج على الشكل التالي 36 على 60 تساوي 7.6 54 على 90 تساوي 7.6 12 على 60 تساوي 7.6 15 على 25 تساوي 7.6 إذن طلاقا من هذه العمليات هذا تلاحظ إذن طلاقا من هذه العمليات نلاحظ أن المسافة متناسبة مع المدة الزمنية المسافة متناسبة مع المدة الزمنية لأن الخارج نفسه 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 إذن معامل التناسب هو 0.6 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 0 مع المدة الزمنية إذن تعريف ما هي الحركة المنتظمة وما تنقل بأن جسم ما في حركة منتظمة إذن يكون جسم في حركة منتظمة إذا كانت المسافات التي يقطعها متناسبة مع المدة الزمنية الموافقة لها كما نلاحظ في هذا الجدول لاحظوا لدينا المسافة المقطوعة 400 كم المدة 5 ساعات 480 كم المدة 6 ساعات إذن عندما نقسم 400 على 5 و480 على 6 نحصل على 80 إذن نفس إذن نفس المعامل إذن معامل تناسب هنا هو 80 نقول إذن الحركة منتظمة لأن المسافة متناسبة مع المدة الزمنية في الجدول إذن هذا ما نعني به بأن الحركة المنتظمة متى تكون حركة جسم منتظمة أو متى يكون جسم في حركة منتظمة إذا كانت المسافات التي يقطعها متناسبة مع المدة الزمنية الموافقة لها شكرا للمتابعة وحسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر